السلام و مرحبا بكم ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير و لبس رجعتكم اليوم في فيديو تيد و في وصفة جديدة اول حاجة نختاني من وقت ووقتكم نصلوا فيها على الحبيب مصطفى عليه افضل و صلاة والسلام كيفما تشوفوا هذيا بطلب من اخوات طريقة زيتون لكحل كيفاش نعمل زيتون لكحل مرقد بطبيعة على طريقة تركيا وهذايا زيتون مفوح على طريقتي بششوفوا زيتون كيفاش رقدو كيفاش نملحو زيتون لكحل بادقة تفاصيل وبش نعطيكم برشة نقاط مهمة تبعوها وبقدرة ر بيجيكم زيتون بنين على الاخر ويجيكم زيتون ناجح من اول تجربة اول حاجة كنت ما قلت لكم واريتكم في فيديو سابق قلتكم راهو جيني كولي من مرمى ريس بعثولي سلفي بعثلي خمسة كيلو زيتون اكحل ديجا جاب لي المعليفات كيجو بحذانا جاب لي زيتون اخضر ملحتو وهذايا زيتون اكحل خطر زيتون الاكحل يتيح موخر شوية عندهم بعثولي كيف ما قلت لكم بعثلي خمسة كيلو اللي هنا اول حاجة بشن نغسلوها نغسلو زيتون مليح ونقو هم اكلوا رق ولا العواد وهم ديجاي بيعوا فيه نظيف اما سبحان الله لازمني نغسلو النحي منو وكترعب هذيك الكل خطر بشن نرقضو نحنا مش 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 نحطو في الماء وبالطبيعة اه نردو بيننا ما اكل الكعب اللي تبدأ ممعوسة الكعب تبدأ ممعوسة ميش صحيحة كيف هذيكا ان نحوها على جناب بنطيشوها خطر هذيكا متصحلنا اي لتصحلناش راين هذيكا تفزلنا زيتون ماذا بيكم كعب صحيح يبدأ كيسح نقولو نحنا كيف ما تلاح اغسلتو بالباهي بالماء خليتو تحت السبالة الماء مسايب عليه ونختار الكعبات كيف ما قلتوكم هكذا الماء معوسين هذيكا من ناحية معلج نبه ذوكا مانيشوش نستعملو مجملة نخلي كان الكعب الباهي ووقتها يعني الكعب تبدأ صحيحة كاسحة نخليها ونخليهم الزيتون نخليه يستكدرها كيف في الصفايات نخليه يستكدرها تقريبا ساعة من زمان بشي استكدرها كل ماء هذيكا الكل وبعد بطبيعة بشننشرو فوق قماش ونخليه يشيح بالباهي ليلة كاملة نخليه الكوجينة سخونة بطبيعتها كيف ما تلاحظو التقس سخون يعني يشمس بشننشرو ونخليه يشيح ليلة كاملة في عقله لين يشيح منه كل ما هذيكا الكل وبطبيعة بشنوريكم الطريقة متاع كيفاش رجد الزيتون طريقة ساهلة وبسيطة صحيح ياخذ شوية وقت ياخذلكم من خمسة وعشرين يوم لشهر اما راحوا يجيكم مبنين على الاخر وبالحق اللي ذاق الزيتون متاع تركيا راحوا يعرف على شنو نحكي هذي الزيتون كيف ما تلاحظو ليلة كاملة بعد ل نمت غدوة شح لي الزيتون هذيكا كيف ما تلاحظو يعني فرشت زوز مليح فجر خامة وانشرته مليح كيف ما تلاحظو بشكل ما هذيكا ينشف بالباهي يعني خليته الليلة كاملة بش الماء ينشف وبعد ما ينشف الماء هذيكا وبش نعبيه في البادن ونوريكم مش نو بش نعملو طريقة سهلة وبسيطة بمكون واحد بركة كما تقريبا نفس الطريقة متاع ترجيد الزيتون التونسية فقط الاختلاف ان في تونس مثلا نحطوه في شكارة متاع حلفة ولا شكارة متاع بلاستيك و ونخلوه يعني الشكارة بلاستيك نقص بها كشكارة البيضة ذي كمتاع العلف باش الماء اللي في الزيتون هذيكا يجب مني يخرج كيف ما تلاحظو هذي الزيتون متاعي بعد مشاح كيف ما قلتو كم ليلة كاملة خليته ولهن يبش نجيبون عبيفة بابس هذو ما عندي البيضون هذي متاع 5 كيلو والاخر متاع 4 كيلو نصف والاخر صغير متاع تقريبا كيلو يعني قسمتهم بين البيضن يعني حسب الساعة متاع البيضون كديش بشي هذلي بالنسبة البيضون هذيهذلي تقريبا 3 ك كيلو هكاك 3 كيلو زيتون والبقية يعني الزوز كيلو وبعت لي لمحالة اكثر من 5 كيلو هو قال لي 5 كيلو اما هما الظاهر انهم اكثر من 5 كيلو ديجال حطوا الكونتتية نعبي البيضون هذيه ونخلي على الشيرة ونكمل نعبي الكونتية الاخرى في الزوز وبادن الاخرين وباش نوريكم مش نعمل بالضبط تبعوا الفيديو بالتفاصيل متاعوا متنسوش حتى نقطة مهم ما قلت لكم عليها وكيف ما قلتوكم اهم نقطة في الزيتون متاعكم تحبوا ينجح ماذا بكم ما تحطوش الكعب المعس نقولو نحنا لكي تبدأ مضروبة ذيك ما ملقشة وما معوسة ما تحطوها شراحوا الزيتون متاعكم يخمر لكم وما ينجح لكم مش ماذا بيكم ديما الكعبة الصحيحة وكما نقولو نحنا الكعبة واختها يعني ديما ماذا بينا زيتون هكا يكون كاسح شد روحو مش مشكل يعني يكون فيها كعبة خضر هذي البيضون الثاني زاد عبيته وبقول لي شوية هذيكم مش نعبيهم في البيضون الصغير كيف ما قلتوكم عندي بيضون صغير مش نعبي في هذوكم وتووا تشوفوا الطريقة متاع تمليح الزيتون راه يصدقوني سهلة ما فيها شاي اه صحيح فيها كما قلتوكم تصبروا شوي بش تتحصلوا على حاجة بيها اه الزيتون بش نملحوه يعني بش نحطوه للملح وبساعة ساك نحطوه في الكوجينة بش نحطوه في الكوجينة فقر خامة وكي نبدأ ماشا جاية مثلا نقضي قاضية في الكوجينة نحركو شوي هذي كاي الحكاية لكل يعني بش نحركو بشكل ملح هذي كي يدخل في وسط الزيتون ويعمل يخرج الماء يعني نقولو نحنا يعصرك الماء اللي في وسط الزيتون كيف ما تلا لاحظوا ولا هنا كنتي تيجيت شوي فاكل بيدون الصغير اه فرقت من الأخرين بش تجيي الكونتا تساوي كما تلاحظوا ولا هنا جبت الملح الحجري او الملح لخشين اللي هو الكعبة لخشين ما هوش الملح الجويض الملح لخشين الانكيل بالكيس يعني على كل الزيتون بش نحط كيس متع ملح كيس تايا هي ذاك الصغير يز تقريبا حكاية 50 جرام اقل من 50 جرام شوية خطر الملح لخشين كما تعرفو وكيف ما قلتوكم ما ذابيكم الملح يكون خشين ميكونش جويض الملح لخشين متع الملح. اللي نعملو به الملح. والهنا يريدون نصغير هذيك بل مغارفة كما تلاحظوا. زوز مغارف متاع ملح يعني ما كثرتلوش. والهنا كما تلاحظوا نسكر البيض المتاعي بش نسكرهم من غير لا نحطوا لمالة حتى شي. ما نحطوا فيهم حتى شي جزت الزيتون والملح. نسكرهم ممليح بش يعملوا كالضغط من داخل. وبطبعه نحركوهم. نحركوهم بشكل الملح هذيك يتخلط مليح مع الزيتون بش يخرجنا المالي في وسط الزيتون. هذي الطريقة كيفاش بش نخرجوا أكل مالي في وسط الزيتون. مبدائيا كيفما تلاحظوا الزيتون الخطر وشيح والملح شيح. نحركوهم بالطريقة هذيه وساعة ساعة هكا نبدو متعدين من بحثيهم. نحركوهم مفاهة باس. كيتحركوهم بشكل ملح هذيك يعود يدخل في وسط الزيتون وبالطبعه يتغسورك الزيتون. نقوله نحنا. ويخرجك المالي في وسطه. يعني يكل المالي في وسط الزيتون هذيك الكل ويخرج بالملح. من غير لا نحطوا لمالة حتى شي. كيفما تلاحظوا. جم كما تلاحظوا البيضان بدأوا يعملوا في الندى ونحن بدأوا يندوا من داخل الزيتون وبدأوا اللون متاوي يتبدل كما تلاحظوا نجي متعدي مثلا نقضي في قضية ولا ماشية البالكونة نجي بدأكرو ببيضان كيفما تلاحظوا بالطريقة هذية ندقيقتين من زمان نحركهم ونقعدوا ونخليهم على شيرة يعني في النهار تنجي متحركهم برشة مرات يعني عبارة تعمل في سبور حصلوا اصحيحي ما قلت كل في الصيف تبعلوا في التملك угad po يتحلط مع الزيتون بالمان ويزيد البental والذي المالي في وسط templi كيف تلاحظوا الزيتون هنا لون وفتاح على الزيتون لا تخافوا منه لون يرجع عادي كيف تلاحظوا يفتاح خطر اخرج منه وكل ماء ومن بعد يرجع لونه عادي كيف تلاحظوا هذين البيدون الثالثة انحركوا مليح كيف تلاحظوا انخذوا هذين البيدون مليح بشكل ملح يدخل في وسط الزيتون هذه هي الطريقة صدقوني راي سيهلا سيهلا وبسيطة وما فيه متخذش برشا وقت كيف تلاحظوا الملح كهو مع الزيتون كيف تلاحظوا الملح كهو مع الزيتون كيف تلاحظوا الماء بدا يخرج هذين كل جمعة نبدلوه الماء ذاك وكل جمعة نفرغوه الماء اللي في وسط الزيتون ما نخلوش نجملوه هذين بعد مرور خمس ايام بالضبط اظه Yeoneli أنظروا الماء اللي في وسط والكل لازمنا نفرغوه الماء اللي في وسط وكل إلا يجبنا نفرغوه الماء اللي في وسط ea كاكا بشكل ملح مليح نسكر البيدون المتاعي ونقله على شيراء وعود لحركوه ونجده يعني العملية هذين متاع تفريغ الماء اتصير اربع مرات يعني كل جمعة تفرغون مره اظه Druyeодно كيف يدخل فيغو حوي اللي فيه فتح ب Hitze On TV نفرغ الماء ونسكر البيدون ونخذ الملح ونقوم بإمكانك سخونة برشارة ونقوم بإمكانك سخونة برشارة ونفرغ الماء ونرى اللون الماء لا تخاف منه ونرى اللون الماء ونرى اللون الماء ونرى اللون الماء ونقوم بإمكانك سخونة برشارة ونخذهم ونضعهم على شيرة ومثلا حتى مريرتين في النهار لن يكون هناك شئر مريرتين ثلاثة هكاكة ونقوم بإمكانك سخونة برشارة فتفريغ الماء سيصبح مرات كل جمعة يفرغون ماء وكثيرتون على الجنب سندقاء الحجوم التفريغ زيتون كيف يفتح الجمعة الأولانية عند جمعة الأولانية سوف يفتح الزيتون من جمعة الأولانية فقط ثم من جمعة الأولانية لذا تفريغ الزيتون المرة الثالثة و لا تتعرف كيف يراجع الزيتون نسكر البيدون متاعي ونفرغ لبيدن الاخرين كيف تلاحظوا بنفس الطريقة انفرغوا البيدون الماء اللي فيه هذاك ونعاود انسكروا ونحركوا تلاحظوا حتى بمرور ليه مكن الملح هذيك الكل ويزوب ما يبقاش حتى الملح ما يبقاش ظاهر راول كاب متاع الملح هذيك اللي حاطنا شوفوا قديش يخرج ماء كل جمعة يخرج كونتتي هكي كمان ونجب حتى يخرج اكثر ماذا بيكم تتحكموا في كونتتي متاع الملح بش ميجيكم مش ملح برشة خاطر انبعته ونقول لكم شنو تعملوا بشتوبت لك الملح هذيك اللي في وسط الزيتون شوفوا لون متاع زيتون كيفاش ولا يرجع عادي لنعاود نسكر البيدون ونخذ كيف ما شفتو نعاود نخذهم كلهم كيف ما شفتو ونحطهم في التاركينة كيف ما طئتكم تبديل يعني تفريغ المال هذيك رو يصير اربعة مرات يعني في الجمعة مرة تباتت فرغوها كالم 보여 هذيك بش تنحى مانسب ويعاود الملح هذيك يراونك الزيتون هذيك بش يخرج الماء اللي بقى فيه لينه يخرج المprove لن يخرج الماء هذيك complete أحبه الزيتون ينادي نجلب أطبقة وأحضر سلجزة أحضر ألعبه لذلك يجب أن نحن نارض التجول ليس تلبيد وأنه يجب علي إلغاء الطبيق نقوم بتقليل بلاحظه فارغته في الطبق وأن أحضر المثابق يجب أن يصدقون البرج اضافة الملوحة ونكمل المرحلة الخرانية من التمليح ونحصل على زيتون ابنين على الاخر نضعه في البالكونة ونضعه في البالكونة ونضعه في البالكونة ونضع الزيتون يمكن أن تضعه الملح ونضع الزيتون ونحن فتح سوف نضعه الزيتون في البالكونة وعندما يظهر الملح وتضرب الزيتون حرمها في مدة نهار ونضعه بخطوة قمش لكي تتمسز البقية الزيتون. يعني الزيتون بتاعنا لازم يكون شيح كمبليتما. بشي تنحى من الوقت النداء. خطر اذا يبقى مندي راو زيتون متاعكم يفضلكم. الهنار الثاني كملتوا هنا فوق القطعة متاع القماش كيف ما تلاحظوا. الزيتون متاعنا شيح. وتلاحظوا البيوضة متاع الملح اللي فيه. الهنا اخذت شوية باش نوريكم الطريقة اللي ينفوح بها زيتون. يعني مضطرة اني نعمل شوية ذاك. عليش خطر حبوا يأكلوا منه. شافوه ما فروش كل شي. ما صبروش الحق متاع ربي يحمو ايا وراجلي. قالوا لي خلطنا شوية باش ناكلو به حاطيت لهم يعني الفطور متاعه. وقالوا لي جيبنا معاها زيتون. كيف ما تلاحظوا حاطيت شوي اي خل متاع عنب تقريبا مغارفة ونصف متاع ماكله. خل العنب. نجم تحطوا خل التفاح مش مشكل. ولهنا حاطيت زيت زيتونة كيف ما تلاحظوا زيت زيتونة. وبيش نخلط بطريقة هذية تو تلاحظو الزيتون متاعنا اللون متاعه وتبدل وارجع بالنسبة للخل يقتل الملوحة يعني الخل يقضي عليك الملوحة في وسط الزيتون يعني اول حاجة زيتونة يرجع لنا اللون متاع الزيتون العادي والخل هذيك ينقص من الملوحة اللي في وسط الزيتون والهني عملت رشة زعتر كيف ما تشوفو وبش نعمل رشة متاع فلفل مهاروش هذي طريقتي في تفويح الزيتون صدقوني جربوها طريق هذه يرحو بنين علخر الزيتون تحسوه اصلا كما الترشي ويجي بنين علخر خاصة في فطور الصباح هذي طريقتي في تفوح الزيتون لانا بش نعبه هنا خلطت كما تلاحظوا فوحتها بش نعبه في البيدون الصغير هذي ونحطها في فرجدير هذي يعني بش نحطها في المتناول بش ينجموا يجبدوها هيكلوا من هديمة والباقي بالطباعتا ونوريكم الطريقة كيفش بش نعملو بش نخليه ويصبر مدة عامه اكثر صدقوني را وتنجموا تعملو كنتي كبيرة ويصبرو لكم اكثر من عامه يعني بالطريقة التبع الطريقة اللي عملتها يصبرو لكم اكثر من عامه انا بصراحة خيرت كون بش نعمل في الشكارة عملت قبل الطريقة متاع الشكارة وعملت طريقة هكا وخيرت اني نعمل بطريقة هذي اول حاجة انظف وثاني حاجة الشكارة تعرفوا كيفش نحطها لازم نحطها في البالكونة تلملي الغبرة وتلملي التراب خيرت اني نحطهم في البالكون يبدوا مسكرين وامورهم واضحة يسيبوا كلمالي فيهم وفي عقل العقلهم مانيش مزروب عليهم نعمل حاجة نظيفة وحاجة بنين على قاعدة خير من الاصخيح هو وراهو الزيتون المرجد في الشكارة يعني ابنين ماكذبش عليكم ابنين على الاخر اما في بلاستو ماهوش لهنا يعني ما نقوله نحنا في تونس نطقنوه ونعملوه على قاعدة هذي الزيتون كيفما شفته انفوح عبيته في البيدون الصغير هذيه بش نعبي يعني بش نزيد كونتتين عبي البيدون هذيك ونبقية هذو ما بش نعبيهم في البانو ونبدل نخلط فيهم بشوي بشوي كيفما قدتوكم بالخل وزي الزيتون فقط ونعبيهم في البيدون ونخبيهم يبقوا لي المدة عامه اكثر صدقوني ما يصير له حتى شي وما يفسدش وما يصير له حتى شي لذا consistsيجب زي زيتون بالقياد الملح كانrauen يصير عليه لأنered وف peace and في نفس الوقت قد قادمت عليهua فى بالميل حتى يحتاجن على البحر من زي الزيتونة في السيıp زي زيتونой لا تنحكله تكلفت وال calves وباخت endurance عن اللون ينج tua لاحظوا باقعة فölkerية وبالطبيعة بش نفوحه بشوي بشوي يعني بالخل له زيتونة ونعبي في البيد المتاعي ونخبيه في بلاسة ظل ما يصير له شي يبقى لي اكثر من عام هذه طريقتي صدقوني طريقتي معتمدة كل عام عملت وراهو زيتون لكحل اقبلت نجم وتشوفوه فقط حبيت نعودو سناء بطلب من اخد اصرت اني نوريها الطريق متع زيتون لكحل وبالطبيعة طلباتكم اوامر من نجمش نقول لا بالطبيعة كيف ما قلتكم طلباتكم اوامر طلباتكم على عيني ولاس او راسي ونفرح كي واحدة هكا تحب حاجة معاينة كي واحدة هكا تحب روسات معاينة بصراحة نفرح ونحس اللي مثلا الحاجات اللي نعمل فيهم راهم مطوبين والحاجات اللي نعمل فيهم مقبولين ولو العبادة تحب تتعلم مثلا تحب تتعلم حاجة جديدة كيف ما نقوله كيف ما تلاحظو الهنا هذو مكعبيت الزيتون لكل اللي هم حطيتهم في البانو كانت تلاحظو القطعة متعلق ماش متعين ملحفة نظيفة اوامرها واضحة لما بلولة لحت شيء يعني شربتها كنده هذيك الكل ليهنا بطبيعة لا نقيتها نحن في ملحفة زيتون ذيكي اللي في البانو مش نخلطها بزيت زيتون والخل ونعبه فيThepezzam بالنسبة للبيض اللي بش نعبي فيهم هو ابيدهم اللي ملاحت فيهم الزيتون يعني يعني لادت فيهم الزيتون هو ببيضهم مش نعبي فيهم الزيتون ما يصيروا للم حتى شيء نخلوهم في بلاصة ظل للم يصيروا لهم حتى شيء فقط تلتزموا بالخطوات اللي قت عينيهم و بنصيح اللي قت عينيهم واللي هوم اهم حاجة الزيتون الزيتون يجب أن تختار الكعبة وقتها يعني تختار الكعبة البيهية المزيانة لا تختار الكعبة المحططة يعني تبدأ نحن ممعوسة هذيك ما تخلوه هاش في وسط الزيتون راه يتعفن لكم الزيتون وتفازده والهنا بطبيعة بشوي بشوي نحط في في الريسيبيون هذيه يعني الكونتيتي ونبعد نزيد الخل ونزيد زيتون كيف ما قلت لكم الهناك ما تلاحظوا نحطت الخل ونعود ونذكر الخل راه يبطل الملوحة متاع الزيتون يعني الزيتون حتى يبدأ مالح برشة الخل راه ينقص ملوحة متاعه نجمه تحطوا قارس راه عصرة صغيرة قارس اما ما ننصحكمش الخل بصراحة يعطي قو ابننا على الاخر ونحط زيت زيتون كيف ما تلاحظوا ونخلط بطبيعة ما نزيد حتى شي اخر ما نشبش نفوحه كما الزيتون هذيك بالزعتر والفلفل المهاروش هذيك خطر بش ناكله فسع فسع يال هذا يعني معد للأكل يعني فسع وبالنسبة للزيتون هذيك مش خبيه شوفوا اللون متاع الزيتون ما شاء الله كيفاش نرجع هذيك بش نخبيه كيف ما قلت لكم ونخليه وقت اللي نبدأ حاشكي وفيلي الزيتون في الفرجدين نجبد من هذيك ونعود نفوحه بنفس الطريقة بالزعتر والفلفل المهاروش كيف ما تلاحظوا هذيك الزيتون متاعي حاضر امور وواضحة شوفوا ما شاء الله اللون اللي فيه واللمعة اللي فيه ابننا على الاخر وهذيك الزيتون اللي مفوح كيف ما قلت لكم بالطبيعة هذي معد للأكل بش ناكلوه حاطيت منه شوية في الصحفة كيف ما تلاحظوا هذي الزيتون اللي فوحتو على طريقتي بالطبيعة ان شاء الله يا ربي الفيديو هذي ارجبكم وان شاء الله استفدتوا منه نتمنى انكم تشجعوني بلايك وكوموتير ما تنسوش تبرتاجوا الفيديو مع صحابكم وحبابكم بشتعم الفايدة نتقابله ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفاتي جديدة وفي امان الله اشتركوا في القناة